الاستقبال من قبل اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى وقف السيد الفريق أول وقفة ترحم على روح شهيد البطل محمد بوغر قائد الولاية التاريخية الرابعة الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمها حيث وضع إكليلا من الظهور أمام المعلمة التذكارية المخلد له وتلفاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح شهداء الأبرار إثر ذلك كان للسيد الفريق أول لقاء مع إطاراته المستخدمي الناحية العسكرية الأولى ألقى خلاله كلمة توجهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التخاطب المرأي عن بعد أكد فيها أن مسار بناء الدولة الوطنية بمختلف مؤسساتها قد وصل إلى مراحل متقدمة وذلك بفضل جهود كافة المخلصين من أبناء الوطن إن مسار بناء الدولة الوطنية بمختلف مؤسساتها قد وصل اليوم إلى مراحل متقدمة وذلك بفضل جهود كافة المخلصين من أبناء هذا الوطن المفدة وعلى رأسهم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي الشامل والطموح المباشر فيه في السنوات القليلة الماضية المرتكزي أساساً على التوظيف الذكي لكافة مقوماتنا من أجل بناء المجتمع الجزائر المعاصر والاستثمار في كل ما يدعم قوة ومناعة الوطن فالرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون كلهم حول ما يجمعهم من تاريخ واحد ومصير مشترك ويحرسون على تعزيز أواصر الوحدة والتآخي والتضامن بينهم السيد الفريق أولى كدى أيضاً أن الشعب الجزائري انتصر على كل المشاريع التي حاولت أن تضرب كيانه عبر التاريخ لأنه بقي على الدوام وتمسكاً بوحدته وهويته الوطنية فاستقراء تاريخ الجزائر قديمه وحديثه واستعراض حلقاته والمراحل التي قطعتها ثورة التحرير المجيدة منذ اندلاعها بعد مقاومات شعبية وطنية متلاحقة يؤكد عمق الانسجام والتلاحم بين فئة المجتمع الجزائري بكل روافده ومقوماته الأساسية التي حالت ليس فقط دون إخراجه من سيرورة التاريخ بل جعلته يحقق أكبر الانتصارات ويخوض ثورة فريدة من نوعها سهمت في تحرير شعوب عديدة عبر العالم لقد انتصر شعبنا الأبي على كل المشاريع التي حاولت أن تضرب كيانه عبر التاريخ لأنه بقي على الدوام متمسكاً بوحدته وهويته التي كانت أكثر قوة وتجالبراً وأكثر وعياً ونضجاً وهذا ما أعطاه قوة الإسرار والصمود أمام كل الأسليب الخبيثة المنتهجة للضرب مرجعيته الأصيلة الضاربة جذورها في أعمق التاريخ السيد الفريق أول شدد على ضرورة التحلي بالمزيد من اليقظة والعمل الواعي القائم على الفعل الاستباقي لدعم استقرار الدولة وتعبئة كافة شروط وموجبات القوى الوطنية بكل أبعدها وعليه ومن أجل مواصلة السير على الدرب أسلافنا الأمجاد إبان المقاومات الشعبية والضورة التحريرية المظفرة والدرب الوطنيين المخلصين الذين حفظوا على أركان الدولة الوطنية والنظام الجمهوري من خطر الإرهاب الهمجي فقد أصبح لزاما علينا جميعا أن نكون أكثر من أي وقت مضى متمسكين بهويتنا ومتحدين وأوفي لقيمنا الوطنية والجمهورية وعين كل الوعي بما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات ودسائس وفي مستوى إرثنا النظالي الناصع ومستعدين كل استعداد لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية ذلك أننا نعيش اليوم في عالم مضطرب لا يرحم الضعفاء البقاء فيه للقوة والأصلح مما يقتذي من جميعنا التحلي بالمزيد من اليقظة والعمل الواعي القائم على الفعل الاستباقي لدعم استقرار الدولة والتعبئة كافة شروط ومواجبات القوة الوطنية بكل بعادها تحقيقا لمشروع النهضة الوطنية المنشودة